فيه كلام بيتقال ان البرنامج بتاع كابتان احمد حسان ميدو اتقفل او توقف من دلوقتي على كناة المحور اللي هو برنامج المنتدى يعني لو جيت بصينا كده بعد وفاة كابتان احمد رفعت ويوميا يطلع كابتان نادر شوقي مع الاعلام براين فيه ويطلع يتكلم كلمتين ويتكلم في حق كابتان احمد رفعت واخو احمد رفعت محمد رفعت يطلع يقول انا عايز اسأل بس احمد بيه دياب ايه اللي حصل لأحمد رفعت بسببه وهوب يطلع احمد دياب يطلع يتكلم ويقول كلام طبعا كلنا مش عارفينه اساسا مش فاهمينه عشان احنا كجماهير بنسمع بنشوف ايه اللي وصل لأحمد للحالة اللي هو فيها وبعدها بيوم ولا بيومين دكتور وليد ديابس رئيس نادي فيوتشار يقدم استقالته انا ماشي معاك خطو خطو وهوب بعد موضوع دكتور وليد ديابس فيه بيان ينزل من المتحدة ان كابتان احمد شوبيد والبناج بتاعته يتوقف على كنات والنهاردة كابتان احمد حسان ميدو البناج بتاعته بيتوقف لو جي بقى بصيت من برة المشهد هتلاقي ان كلمة الاعلام ابراهيم فايق بيقول لك شوف العصفورة اللي هو هم عايزينك شوف العصفورة تشوف المشهد ايه اللي هيحصل بس ايه اللي مستخبي ما فيش حد عايز يطلع يقول مع العلم ان اخو احمد رفعت قال الحل كله في مين في ناقب احمد دياب هل ينقب احمد دياب حصل له حاجة لقى طلع الكلمتين وما بعدها بس خلاص تعال بص بعدها عندك اه دكتور وليد دابس قدم استقالته لاني لقى الضغط على كتير كابتان احمد شوبيد اتوقف من البناج بتاعه عندك دلوقتي كابتان احمد حسان ميدو البناج بتاعه كمان بيتوقف تعال بقى بكرة هيبقى في اسلام الصدق اسلام صدق وبعده هيبقى في محمد ثاروق وبعد بعدها هيبقى في رضا عبدالعلم وبعد بعدها هيكون في محنا بقى ايه هنوعد نتفرج كده ايه على على تطهير بس مين اللي وراء اللي بتاعه احمد رفعت لما سايبينك انك انت هتبص على عصافير بس ولا اكتر ولا اقل على فكرة ايا كان ايا كان الكلام اللي هيطلع بعد كده احنا عايزين نعرف عايزين نوصل للي وصل له احمد رفعت اللي قده ان هو يقع في قرية الملعب وان هو يتوفى بعدها ويتوفى بعدها ايه بتات شهور بعد ما يحط صبعه على ناس معينة لسه لسه وهنشوف ولسه هنتفرج ولسه هنعرف ولسه هنشوف بكرة مين اللي هيتوقف البناج بتاعه لسه بس هو الموضوع كله ان الجمهور عايز يوصل اللي وصل له احمد رفعت مش عايز يبص على الناس اللي هي المفروض طبعا كلنا فاهمين هي دي الفكرة وهو ده الحل المسرحية اللي احنا شغالين فيها مسرحية كبيرة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي من بعد موت احمد رفعت لحد دلوقتي مسرحية هزلية بيجد والله مسرحية هزلية ومحنش عارفين بعدها ايه اه احنا عاجبنا جوة تطهير بتاع الاعلام ده جوة الاعلام اللي عملت عصر مش اقول لك لا بس ياريت تكامل في التطهير وياريت توصل للحقيقة اللي شاول عليها احمد رفعت قبل ما يموت واللي تلعي تكلم فيها اخوه وقال لك عايز اسأل او عايزين نسأل احمد بي دياب او النائب احمد دياب يعني صح وقال احمد بي دياب ايه اللي حصل لاخويا ايه اللي حصل لأحمد رفعت بسواهو اهو ده اللي احنا عايزينه احنا داخلين في قصص تانية فروع كده متشعبة احنا مش فاهمين هيا راح فيه بس في نفس الوقت المشكلة الاساسية متسابة متسابة عشان خاطر الحقيقة مش عايزة توصل بس والله احنا قلت كده الكلام كل اللي اللي عندي وآآ مش شايف مش شايف ان في حاجة جديدة بتتقدم غير الحاجة اللي المفهوك هتتعمل زمان اللي احنا شايفينه دلوقتي حاجة كانت مفهوك تتعمل من الاول هي الجاية تطلع بعد موضوع احمد رفعت بس كده حاجة بقى تكلم كميتين على مباراة الاهلي وبرامدز النهار ده مباراة الاهلي وبرامدز المباراة الوحيدة اللي انت هتتفرج عليها هتبقى ند بالند اكو خط هجوم مع اكو خط هجوم اكو خط وسط مع اكو خط وسط الدفاع عند برامدز ضعيف مش زي الخط الوسط وزي خط الوجوه عندك خط الدفاع عندك كوي جدا في الناد الاهلي فاتمنى هو الحل السحلي بالنسبة البرامدز هو اتنين فقط لغير او تلاتة بالكتير هو محمد الشيبي كباكي مين وعندك قدامه مستوى فاتحي وعندك في النص المهاجم اه اللي هو مايلي الاسمراني ده مايلي هو اللاعب الوحيد اللي المفروض الدفاع ياخد باله منه لان اللاعب ده اقولك ايه بيلعب كمحطة وبيلعب كهجوم وبيلعب كرقم تسعة وبيلعب قبل ويلعب كل حاجة تلهم بخط النص القدام الجناعة عاطول بيلعب في كل حاجة ده اللي انا شايفه فاتمنى من لعبية الناد الاه لي ان هي تاخد من اللاعب ده تاخد بالها من اللاعب ده بالزاد هو ومساعة فتحة. بس. وجمهور النادي الاهلي مش هيقبل بالخسارة قدام نادي بيرامنز. ليه? وجمهور النادي الاهلي مش هيقبل ان بيرامنز ياخد الدوري حسنادي من الاهلي. ركز معي. ممكن ياخدها باية نادي تاني. يعني ممكن يكون النادي الاهلي مثلا وقع في موسم ولا حاجة. تمام? واللي بنفس فيه مثلا مثلا. سيه مثلا اما قولين والمكونون العرب واللي عندك مثلا بيرامنز. او عندك الزمالك وبرامنز. اه ممكن ساعتها تبقى عادي. لانها اتخذت من نادي كبير زي نادي الزمالك. ما احنا كجماهير نقبل ان احنا نخسر النهاردة من نادي اتعامل مخصوص مكيادة في الاهلي? لا. اتعامل مخصوص عشان خاطر ياخد نجوم النادي الاهلي? لا. اتعامل مخصوص عشان خاطر لما يكسب مباراة يقول لك انا هو وانا هو وصلت لك. يا رجل ده لسه بيقولوا. ده بيقولوا ان هم عندهم جماهير. عندهم عشر مليون جمهور. عشر مليون من جماهير النادي بيرامنز. انا مش كفتوه لهمش اساسا غير هم يتعدوا عصابع هم خمسة عشرة بالكتير. وكلهم اساسا اعضاء في النادي. ولا اكتر ولا اقل. يعني اعضاء مجلس الادارة في النادي. فمرة من الوقت جابوا جابوا تقريبا متتكلم في مئتين واحد كان مراتات الاعضاء بتاعة مجلس ادارة النادي وولادهم وولاد ولادهم ومش عارفوا مين والحبايب وتعالوا هم دول اللجوم. فتخيل انت بقى لما يكسب منك مباراة هيقول ايه? فتخيل انت ان جمهور نادي الزمالك راح لنهرة يشجع بيرامنز. ركز معاي. جمهور نادي الزمالك راح يشجع بيرامنز. وكلهم وكلنا عارفين حاجة زي كده. سواء انت كنت اهلية او زمالكية وانت عارف حاجة زي كده. انت لو زمالكية هتكون عارف. ان اللي هيكون واقف المدرجات مروحش علاقة اصلا بيرامنز. هو ريح مكايدة في الاهل عشان خاطر الاهل يخسر قدام بيرامنز. فانا اتمنى المسرحية اللي احنا هنشوفها النهاردة ما تكونش على حساب النادي الاهل. لان جمهور النادي الاهلي هتبقى زحلة وحشة النهاردة. عاف انت لو المباراة النهاردة ما بين الاهل وزمالك والاهل. والاهل الخسر من الزمالك هتبقى عادية. تمام? ليه? النادي الزمالك كبير والنادي الاهلي كبير. وهم الفريقين اللي دايما مع بعض ند بند. اه اي نعم فيه فرق بطولات ما بين الاتنين وفرق شاسع. بس في نفس الوقت ده اسمه النادي الزمالك. اللي انت طول عمرك طول حياتك كلها عايش اهلي وزمالك. انما النادي بيرامنزة. ايه انا ما تمنهاش. حلال الوحيد انك انت تقفل خط النص. خط النص ده هتقفل ازاي? باتنين. انا شايف اتنين. اليو ديانج ومروان عطية. وممكن اقول لك اكرم توفيق و اليو ديانج. لازم يكون اليو ديانج اللي لازم هو الاساسي النهاردة. واي حد مروان عطية او اكرم توفيق يكونه جنبه. وامام عنشور طبعا لا غير عنه. نصنع لعب. لعب رقم تمانية. انما انت مشكلتك لو انت ما نزلتش. اليو ديانج. ساعتها هتفتح. لانك انت قدامك اتنين. انا شايفهم اقوى اتنين. بلاة توريه. واللعب اللي هو الجنبه ده. مش فاكر اسمه والله. فلازم انك انت انت تشوف حل اه كان تقريبا مهند لاشين. اه حاجة زي جد. فانت لازم تقفل كل مفاتيح لعب بنادي برا ماديسة. باي طريقة. تلعب بقى بروح بقى فاكرين عالم اقول الله ما شاء الكورة من الخط المرمى. وهي تشطت اصلا من برة التمنتاشر. احنا عايزين واحد زي ده. احنا عايزين روح زي دي. فعلا احنا عايزين روح زي دي. عايزين الروح اللي هي تقاتل حتى على الخط المرمى. بس هو ده كلامي. انت بقى اه بس اتمنى اتمنى. النهاردة مارس الكولر اللي يفاجئنا. لان تقريبا المترب بتاع بيرميدز هو تقريبا من اللي انا شفته في القمة للنادي بيرميدز ان هو بيلعب نفسي طريقة تفكير مارس الكولر. دي انا شفته ممكن انت تشوف ممكن انت تكون شفت حاجة تانية. بس انا انا نفس انا شفت كده ان هو طريقة لعبه زي طريقة مارس الكولر. فانت بتلاعب اتنين جوكر اتنين جوكر قدام بعض. فليسا هنتفرج وليسا هنشوف المباراة اللي هيحصل فيها النهاردة. بس اللي انا عايز اقوله ان قوة نادي بيرميدز في اتنين بس او في تلاتة. زي ما انا قلت. الشيبي ومصطفى فتحي. والاخطر منهم هم اللي اتنين. دلوقتي طبعا وصلت لنهاية الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقولي رأيك فيه الكومنتات. ودلوقتي وادر اقولك. سلام.